السلام والاحترام أصدقائي الكرام ومرحبا بكم في مقطع اليوم في مقطع خاص بتسريبات غدا الخميس المضمونة إن شاء الله أتمنى منكم إشارك في القناة كالعادة وتفعيل زر أجرس للوصول إلى 60 ألف مشارك في هذه القناة أما الآن أخواني كرام سوف ننتقل في تفاصيل مقطعنا الأسطوري وهي الإطلاع على كل تسريبات غدا الخميس بإذن الله أدعو لإخوانينا في فلسطين أخواني كرام اللهم أنصر إخواننا في فلسطين أما الآن سوف نبدأ بأول شيء وهي الأحداث حتى يكون المقطع طويل سوف تضل نفس الأحداث التي يكون لها تجديد غدا الخميس بإذن الله بالنسبة لهذا يا إخواني كرام فغدا الخميس من الممكن أن تكون حملة جديدة نحصل من خلالها على كوينس إن شاء الله زائد جيبي زائد بطاقات يعني مهارات اللاعبين فمن الممكن أن تكون حملة جديدة بإذن الله أو من الممكن أن تكون حملة خاصة بنيمار جينيور يا إخواني كرام من إن لم تكن حاضرة معناها غدا الخميس فسوف تكون حاضرة معنا هذه الحملة الخميس القادم بإذن الله وكما ترون على الشاشة من الممكن أن يكون باكج خاص بنيمار جينيور كباكج ليونال ميسي الموجود داخل اللعبة ومن الممكن كذلك أن نحصل على نايمار جينيور مجانا بطاقة هايت لايت بإذن الله أما الآن أخواني كرام سوف ننتقل إلى الباكج الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا غدا بإذن الله وهو باكج نجوم أسبوع أسطوري سوف أشاركم أبرز اللعبين الذين يتعلقوا هذا الأسبوع إن شاء الله أولا اللعب يتعلق هذا الأسبوع وهو هاريكان في مركز F لفل 29 داخل التشكيلة ثم الماسك تعلق هذا الأسبوع في مركز LWF لفل 26 داخل التشكيلة ثم تشالهانوغلو في مركز MF لفل 98 كذلك تعلق هذا الأسبوع عروخه في مركز سابيئة وقعد النسخة 99 أو 28 داخل التشكيلة ثم الدوكه في مركز AGH WF لفل 97 داخل التشكيلة وبرونو فرنانديس في ماركة 7F بلفل 98 داخل التشكيلة إن شاء الله وآخر لعب تألى قدر أسبوع لكن نسبة نزوله بنسبة قليلة ووضون كريستيانو رونالدو في ماركة 7F بلفل 99 داخل التشكيلة